بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نزل منشور على رابطة للطيارين العراقيين هذا المنشور تدعو به وزارة الدفاع العراقية الى التطوع بصفة طيار في السلاح الجو العراقي طبعا شون راح يصير التقديم يا هالفئات المشمولة المعدلات المشمولة ش تحتاج على مد تتقدم على هاي الفئة ش تحتاج على مد تصير طالب في السلاح الجو العراقي وصير بعدين طيار راح نناقشها في هذا الفيديو اول شي لازم تعرفون انه التقديم راح يبدو يوم 11 وخلصه 10-11 يعني الاستمارة الالكترونية للتقديم بعدين منازلة اول ما تنزل راح تلقونها مثبتة بهذا الفيديو باول تعليق حاليا اليوم 30-10 منازلة الاستمارة منها 11 لتنزل استمارة اش تحتاج اول شي التلازم تكون خريص سادس علمي سواء كان فرع احيائي او فرع تطبيق مهم بشغط ما تكون خريج ثالث متوسط او خريج ادبي او خريج مهني سادس علمي فرعيه التطبيق والاحيائي وما يقل معدلك عن 65 هاي الفقر كلش مهمة تنتبهون عليها هاي الاشياء يعني شروط عرمي الشروط اللي هما يردوها اول شي انه تكون عراق الجنسي يعني اب وام عراقية حصرا ما يصر يعني اب سوري ام سورية ام لبنانية او ما شابه ذلك اب وام عراقية وعمر متطوع ما يقل على 18 سنة وحصرا من موالد 98 الى 2001 يعني واحد موالد 95 96 ما يحقلك فقط موالد 98 الى 2001 وما يقل عن المغير متطوع على 18 سنة هي هاي الموالد المسموح لها تقدم هسا حشينا الشروط الاساسي هسا نحشيكم اشياء ثانوية مكملة اول شي لازم ينجح في الفحص الطبي وفحص اللياقة البدنية والقابلية الذهنية لازم اتا تشتاز مقابلة بنجاحك ومقابلة من تقدم على رابط وقبلونكم تحون تعرضون مقابلك قدام مختصين انتم لازم تنجحون بيها على موضة تكمل بعد اتا قل لك لازم مولائك يكون للوطن والشعب لازم انت ما محكوم من قبله بجناية او جنحة مخلة بالشغف او جراء ارهاب الماسة بامر الدولة الداخلية والخارجية لازم تكون قويم الاخلاق حسن السمعة والسلوك اضافة لازم انت ما قبل فسلوك من دورة في كلية عسكرية او انت انسحبت هاي هي شروط ثانوية ما اعتقدت هي هذه يعني لديت الشروط المهمة اغلب هسا المقدمين مستوفينها يعني مشكلتنا بس بالمعدل والفرع اللي انت بتخرجوا منه والعمر هسا بقى ناقشني المستمسكات اللي يحتاجوها طبعا احنا قلنا اكون مقابلة هاي المقابلة تحتاج تجيبها كل وياها هاي الاشياء راح اذكرها هسا بالفيديو اول شي لازم وثيقة الدراسية الاصلية وثيقتك التخارج الفسفورية تجيبها بالمدرسة اضافة الى اربع نسق ملونة من هاي الوثيقة اثنيا تحتاج بطاقة شخصية اش تحتاج احنا سعدنا البطاقة الموحدة اذا انت عدك بطاقة موحدة تجيبها بس الوطاقة الاصلية وياها اربع نسق ملونة اذا ما عدك تجيبها تجيب هوية احوال مدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن وبطاقة التموينية الاصليات طبعا اهمة كل وحدة على اربع نسق تخلصنا صورة شخصية اهمة اربعة وعق الزواج الاصل للوالد يعني انا مودي ثبتون انه اك من ابو ام عراقي اهمة اربع نسق ملونة افصاح انا ما عرف لاش اربع نسق ملونة بس يعني هيها من الشعوط وهم اذكركم بلهاية الفيديو وانه الرابط غح ينزل يوم واحده دعش الساعة طنعش مساء يعني الساعة طنعش تلقونوا رابط موجود بهذا الفيديو مثبت باول تعليق وتمنى التوفيق للجميع